بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ازيكم يا حبيبي عاملين اي رب تكونوا بألف خير النهارة زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض الكشري المصري العادي خالص بأبسط مقونات وبأسهل أسهل أسهل طريقة ممكن تتخيلوها هنعملوا في حلة واحد انا كنت الاول بعملوا كازي حلة وكل حاجة في حلة لوحدها وكل حاجة مش عارفة ايه وتحس كده عند بتعملوا كشري انك مش عارفة وقفة في ايه بالضبط مجموعة من الحلة الأول فاحنا النهاردة هنعملوا في حلة واحدة زي ما انتوا شايفين كده بأبسط طريقة اول حاجة كده معنا بصراية على النار او اتنين حسب الكمية اللي انت هتعمليها بس انا هعمل الكشري ده بكس مقارونا يعني كسين مقارونا واحد من العادي واحد من الاسبكت اللي هي الطويلة فانا هعملوا بصلتين صغيرين احمرهم كده على النار اديهم لون يعني مش عايزة ان انا هشوح بصراية لأ هسويها ودها لون وفتصة كده على النار احمر الشعرية انا ممكن تعملي بقى في الخطوة دي ممكن تعملي حاجة انك تحمر البصل او تصف الزيت وترجع تحمر فيه الشعرية يبقى انت ضربت عصفرون بحجر واحد انك عملت كله في حلة واحدة انك حمرت الشعرية والبصل في نفس الحلة او انك ممكن تعملي زي ما انا عملت بس انا مش عاملة كمية زيت كتير لو عنت عاملة كمية زيت كتير للبصل هتحمري زي ما انا بقولك كده كل حاجة يعني ورا بعض لكن انا حطيت شوية من الزيت للشعرية وشوية للبصل لان انا مش هصف البصل ده مش هركينه للوش انا حطيت عليه الرز ده يعني شوحت حمرت البصل نزلت بالرز وبالعتس الأصفر وبالشعرية وهنزل بالعتس اللي بجبه يبقى كله على البصل البصل هتستوه معايقها ده انا عارف مياه سخنة للنظافة بس مش اكتر يعني غسليني اهم حاجة في اي حاجة بتعمليه يعني العتس الأصفر اهم حاجة في الغسيل ده كذلك فعشان يعني يطلع بيطلع منه مادة صامرة كده شوية ومش عارف ايه والكلام من ده يبقى احنا نخسله كويس 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 على النار يعني قبل ما نحطه على النار مياه سخنة هتنزل كل الرواصب اللي فيه وتشجعت الشفية عادي بمياه ده فيه او مياه سقعة عادي بقى هنا بقى نزلنا زي ما قلتلك البصل حمرت معاي نزلت عليها بالشعرية سواء انا حمرتها معاها او لوحدها مش هتفرق نزلت بالعتس الأصفر والرز وكلام من ده شوحي في الزيت بتاعها على قد ما تقدري بتعمل الرز بتعمل اي حاجة بتعمليها يعني هتطلع معاك مفرفرة لما تغلي فيها بالزيت كويس ده اهم خطوة في الموضوع هنا بقى هننزل بالمكارونة بتاعت بعد ما شوحت وحطت التوابل عشان هحط المكارونة زي ما انت شايفين كده هتكسريها تلاتة اتنين حسب ما انت عايزت طول بتاعها بس انا كسرتها تلاتة لان اطفال هتاكل عشان يعرفوا يتحكموا يأكلوا كويس انا بعد ما حطيت كل زي ما قلت لكم التوابل بتاعتنا حطيت ملح حطيت فلفل حطيت كامون حطيت بابريكا اه حطيت التوابل بتاعتنا كلها وشوحته كويس نزلت بالمكارونة وهنزل بالمية اللي بتغلي دلوقتي من غير ما قلب المكارونة بتاعتنا اه على وش المية غالية في الكاتل عادي خالص يعني مش ونحط بقى كمية المية بتاعتنا كأننا احنا بنعمل رز مش هنحط كمية كبيرة لسلق المكارونة لأ يدوبك اننا غطيت المكونات بتاعتها مش هتحط مية تاني ولا تحتاج مية تاني غطيتها كده بس ممكن يعني على حسب الرز برضو اللي انت بتعمليه لو الرز بتاعك بيشرب مية كتير يبقى هتحط مية كتير يعني حطي معيار الرز بتاعك هنا بقى انزلت بشوية كده معلقتين تلاتة من الزيت وعلىهم معلقة من الزبة هنعمل الصلصة بتاعتنا عما الرز بتاعنا يستوي احنا جاهزنا الصلصة زي ما قلت لكم هننزل هنحط الحلة ومش هنقلب المكارونة غير لما المية تتشرب عشان المكارونة بتاعتنا متعجنش معاني هنا بقى نزلت بمعلاقة زي ما قلت لكم معلقة تنزلت ومعلاقة زبدة وهنزل عليهم بمعلاقة من التوم بصراحة يعني انا عاملا من فترة قريبة يعني كنت بعمل لأول زي ما قلت لكم حلال بس بقى لي حوالي شهرين او تلاتة بعملوا بالطريقة دي جربت الأول وبعد كده قلت ايه انزل لكم بالطريقة على طول بس بعد ما جربها في نفس الأول لان اصلا الوصفة دي مش بتحتي عشان ما كدبش دي واحدة يعني واحدة صاحبتي هي لقيلة عليها تعتبر يعني سلفتي يكوسها وجده لدعم فقلت لها يعني ازاي في كل حلة واحدة لأ او مش هيبقى حل مش عالقيت لي بس تجربيه وبصراحة اول مرة اغلت تجربة من حد تطلع نكحة لان ما بعرفش اجرب ورا حد ولا بعرف اغلت وصفة من حد ما عملتش من نفسي ما بتزبطش مع ايه خالص هنا بقى خلاص التون بتاعنا حمر يعني ياخد لون كده وراحته تطلع ما تخلوش يحمر معاكي قوي عشان ما يمررش نزلنا بقى بالطماطم بتاعتنا كده وهننزل بمعلقة من نص معلقة من السكر عليها ونسيبها بقى تستوي مع نفسها بعد ما تستوي نحط الملح بتاعنا حاول ما تحطش الملح في بداية الصلصة بتاعتك قبل ما تستوي عشان بيخلي الطماطم تسفر لما بتحط الملح من الاول وتغطي الحلة بتاع التقلية او التزبكة بتاعتك قبل بتستوي بتخلي الطماطم صفرة خلي الملح اخر حاجة بتحطيها هنا بقى لما كله يستوي بقى ده بيستوي ده بيستوي نعمل بقى الدقة بتاعتنا بتاع الكشري عايزة اقول لكم اطعم دقة واحسن دقة بتدي طعم الا على البارد انا ما بحبش خالص سواء الكشر اللي في حلة واحدة او التاني اللي حل كتيرا كده كله بقى حب اعمله على البارد بيبقى هادية وبتديكي طعم التوم الناي بيبقى طعمه حلو وفز في الوصفة دي غير اللي هو مستوي خالص وبيبقى هادى على المعدة هنا بقى نزلت ب نص معلقة من الكزبرة نص معلقة كامو نص معلقة فلفر نص معلقة بابريكا نص معلقة شطة لو عايزة تقلل الشطة او تزاودي براحتك بس انا بالنسبة للشطة يعني كده يتعتبر كتيرا هنا بقى انا بحب التوم اللمون اكتر حاجة في الدقة بتاعتني انا عكس الناس ما عارفش بقى كله بحب يحط لمون ولا لأ ومعلقتين تلاتة كده من الخل وشكرا على كده هتقلبيهم بقى كويس وتزاودي المية بتاعتك انا بقى هنا الشطة لو انت عايزة تعملي دقة شطة زي دقة المية بتاع اللمون اللي احنا عاملينها ديت والتم اعمليها بس بالنسبة لنا خالص ما تتكلش فانا مش هعمل الحلقة عشان بصور ورميها لأ حرم علينا هقولك تعملها ازاي هتجيبي برضو معلقتين او تلاتة زيت او زبدة حسب المادة الدهنية اللي انت بتحب تستخدميها هتنزل عليها بمعلقتين اتنين مليانين شطة شطة حمرة شطة شطة تدبيليها في الزيت بتاعك او المادة الدهنية زي ما عملنا التوم كده زي ما عملنا التوم في التقليل هتخليها تستوي كده في التوم وتجي نزل عليها بشوية من الخل وبعد كده تنزلي عليها بقى بالمية بتاعتك وتحط بقى كبشتين او تلاتة مغرفتين كده من التسبيك اللي انت عاملها بعد ما تحمر الشطة في الزيت الاول هتديك نتيجة فظيعة هنا بقى زي ما انت شفتوا كده عملت الدقة بتاعتنا وعبتها في ازازب كده من الكاتشاب او اي حاجة عندك يعني تكون المخرومة كده خرم دي عشان تعرف تتحكمه وتحط الدقة بتاعتك اي ازازة اي حاجة عندي انا هنا عملتها وعبتها بالامع هنا بقى زي ما انت شايفين كده خلص خلصنا الدقة هنعمل بقى هنبشر بطاطسايا بطاطسايا اي بطاطسايا عندك كده ستغيرها كبيرة حسب برضو الكمال انت عاستعملية هتبشر البطاطس بتاعتك تخسلها كويس من النشا لان المبشرها بتنزل النشا اكتر لما بتخرطي فتخسلها كويس عشان ما تنحرقش معك في الزيت النشا ده بيخلي البطاطس نتحرق من غير ما تستوي يعني لو انت بتحمر البطاطس واعيزها تاخد لون زيادة حطها بالنشا بتاحها فانت تخسلها كويس من النشا وبعدان هنحمرها وارك عورها لكم هنا شايفين بقى الرزة عامل ازاي مفلفل مفيش حبيت مكارونة مسكة في التانية ولا حبيت رز كل حاجة واخدى قوامها مع نفسها محتفزة بنفسها كده يعني لها الشكل الخاص بتاح مش معجن ولا مسك في بعضه ولا اي حاجة عاملة ازاي وبحس ان هو مفلفل اكتر وطعمه اطعم كده عن الحاجة لما بتبقى مسلوقة احنا كده بنسلق المكارونة وبنسلق العدس وكل حاجة بتتسلق فطعمها كده بصراحة يعني انجح كشري عملته اطعم كشري عملته طعمه فضيع هنا بقى الصلصة بتاحتك حسب رغبتك الصلصة استوت حتت عليها كوباية من الميا غلط وستوت فيها كويس والتوابل بتاعتنا طبعا نفس اللي حطناها في الرز وبعدك هتنزل بالصلصة بتاحتك عليها عايزة تحطي بقى اي حاجة انت عايزة تحطيها ده براحتك واختيار هننزل بقى بشوية من الدقة بتاعتنا كده فهشطة باستخفيفة هنا بقى الكوش البطاطس اللي احنا حمرناها بديل البصل لان احنا حطين في الوصفة بتاستوي بصل فهنحط كده هنجنج والوطاطس بتاعتنا كده طعمها وفتح فبصراحة البطاطس دي تتشتعنا الوصفة كده كاملة من غير البطاطس شايفين شاكله عامل ازاي؟ بجد ولا مواعين ولا حلل ولا اي حاجة كله مع بعضه طعمه كله واخد من بعضه كده ومكسي غريب بصراحة عجبني عن اللي كنت بعمله كده الاول يارب يقولون عجبكم انتو كمان متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة مع الف سلام اشتركوا في القناة